ينضم علينا من موسكو دكتور أديب السيد الكاتب والمحلل السياسي دكتور أديب هذا الطلب الروسي بتخفيض نقاط المراقبة التركية هل يعتبر بمثابة ضوء أخضر للجيش السوري والحكومة السورية بالهجوم على هذه النقاط سيما أن وزارة الدفاع التركية اليوم تحدثت عن مهاجمة النقطة السابعة التركية في إدلب بداية دحية لكم ولمشاهديكم هناك مستجدات ظهرت على الساحة الإقليمية والدولية خلال الفترة ما بين جولات المشاورات التركية الروسية هذه المستجدات بالحقيقة دفعت الجانب الروسي لاستغلالها واستثمارها من أجل ممارسة بعض الضغوط على تركيا من أجل تعديد موقفها حيال التطورات الجارية في إدلب وهذه المستجدات تتجلب صورة واضحة في أن تركيا فتحت جبهة جديدة في شرق المتوسط ضد اليونان والاتحاد الأوروبي من جهة وهي بذلك تكون قد بعثرت قواتها ثانيا بالحقيقة تمكن الجانب الروسي من إحداث اختراق في الجبهة الكردية من خلال المذكرة التي وقع عليها حزب الإرادة الشعبية بقيادة الدكتور جميل قدري جميل ورئيس مجلس السورية الدموقراطية إلهام أحمد هذا الاختراق كان لابد لموسكو من أن تستخدمه في مخاطبة الجانب التركي والمستجد الأهم بالحقيقة هو تمكن الجانب الروسي من الحصول على ضمانات أو على التزامات سورية خلال الزيارة التي قام بها لفروف مؤخرا التزامات من الجانب السوري بضمان الهدوء في جبهة إدلب في حال إعادة السيطرة السورية عليها ولكن دكتور هذا الاتفاق وهذه الضمانات التي التزمت بها الحكومة السورية أو الجانب السوري والروسي أيضا كان بشروط وهي أن تتعهد تركيا بأن تكون نقاط المراقبة هذه للفصل بين قوات المعارضة وقوات الجيش السوري إقامة منطقة من زوعة السلاح السيطرة على الإرهابيين وجماعات المسلحة ولكن ما فعلته تركيا كان عكس ذلك هي مدت هذه الجماعات بالذخيرة والأسلحة وسهلت أيضا تهريب الإرهابيين إلى مناطق أخرى مثل ليبيا دعينا نعتمد على رؤية الجانب الروسي وهو الموجود في الساحة بصورة فعلية سياسيا وعسكريا يعني إذا لاحظت فإن تصريح الوزير لفروف بدمشك بأن سوريا وسعت منطقة نفوذها في إدلب بأضعاف منذ إقامة منطقة خفض التوتر هذا يشير على أن القوات السورية تقوم بعملية قدم تدريجية للمناطق الواقعة تحت سيطرة المسلحين هذا من جهة إضافة إلى ذلك أن الاتفاق على تسيير دوريات روسية تركية عسكرية مشتركة أثبت وجود نوايا عدوانية لدى الجماعات المسلحة مما دفع أحيانا أو مما أدى أحيانا إلى وقوع صدام بين هذه الجماعات والقوات ثالثا بالحقيقة هذا الأمر استغله الجانب الروسي من أجل إقناع تركيا بأن المعادلة معادلة التسوية السياسية في سوريا قامت أساسا على مبدأ احترام سيادتي وسلامة أراضي سوريا وبهذا مبدأ وقعت عليه تركيا والتزمت به سريعا ما هو مصير نقاط المراقبة التركية اليوم بعد هذا الطلب الروسي سيتم تقليص نقاط الرقابة وسيتم الاتفاق على سحب الأسلحة الثقيلة لأن روسيا نفسها تواجه ضغوطات أيضا من جانب الحكومة السورية بدرورة حسم الوضع في إدلب من أجل أن تتفرغ لمعالجة الوضع في شمال شرق سوريا بسبب الأزمات المتفاقمة سواء على صعيد الوقود أو على صعيد حتى القمح وغيره هناك حاجة سورية ماسة لحسم الوضع في إدلب وشمال شرق سوريا لذا مطلوب من تركيا أن تتعاون لسيما وأن الروس أفهم الأطراق بأن الوركة الكردية أصبحت نوعا ما أيضا في يدهم وبإمكانهم باستخدام هذه الوركة في المعادلة السياسية القائمة في سوريا شكرا جزيلا لك الدكتور أديب أسيد الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من موسكو شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا